موسيقى السلام عليكم ورحمة الله طلاب الصف الثاني عشر نتابع في الكيمياء وفي الدرس الخامس من طرائق التحليل الكيميائي تحدثنا في الدرس الماضي عن طرائق التحليل الحجمي يلي بيعتمد على عملية التصحيح وتوقفنا عند الحسابات الكيميائية وقلنا أن هناك نوعين من التركيز ممكن استخدامهم عندنا التركيز المولاري يلي رمزنا له بحرف M قلنا هو عدد المولات على الحجم بشرط أن يكون الحجم باللتر عدد المولات هو N والحجم V وأنا إذا كان عندي عدد المولات مجهول ففيني أحسبهم العلاقة عدد المولات هو الكتلة على الكتلة المولية يعني N يساوي M سمول لتر يلي هي الكتلة بالجرام على الكتلة المولية M وبدنا نميز مثل ما قلنا بين هاي ال M وهي ال M هاي المولارية أما هاي فهي الكتلة المولية يعني مجموعة كتل الذرات النوع الثاني يلي حكينا عنه هو النورمالي أو التركيز العياري وإنه هو بدل ما يكون عدد المولات على الحجم بالمولارية هو عدد المكافئات القرامية على الحجم فمنلاحظ الاختلاف هون عنا عدد مولات على الحجم هون عنا عدد مكافئات على الحجم فبدلا ما يكون N على V هيكون EQ يلي هو عدد المكافئات على الحجم واتفقنا أنه عدد المولات هو الكتلة على الكتلة المولية أما عدد المكافئات القرامية هو الكتلة على الكتلة المكافئة فمعناتها مثل ما حكينا الدرس الماضي الخلاف بيناتهم أنه هون عم نقسم كتلة على الكتلة مولية لما نكون عم نحسب عدد المولات لنحسب المولارية أما هون نقسم الكتلة على الكتلة المكافئة لنحسب عدد المكافئات الجرامية لنحسب النورمال يعني الاختلاف فقط هو بالكتلة المكافئة يلي هي EM يلي واحدة مول على مكافئ جرامي طيب كيف نحسب الكتلة المكافئة؟ نحن بنعرف أنه الكتلة المولارية ثابتة كل مادة إلى كتلة مولارية محددة مثلاً الماء كثلته المولارية أو المولية 18 جرام على مول مثلاً الحامض الكبريتيك هي 98 جرام على مول خلينا نقول مثلاً عننا الأمونيا هي 17 جرام على مول ثابتة ما بتتغير أما الكتلة المكافئة فتتغير حسب التفاعل اللي مشتركة في الماد فبتفاعلات التعادل يعني لأنها هي تفاعل حمض مع قاعدة ممكن نحسب الكتلة المكافئة للحمض عن طريق تقسيم الكتلة المولية للحمض على عدد ذرات الهيدروجين المتأينة من هذا الحامض مثلاً كان عنا حامض الهيدروكلوريك HCL يتأين لح يعطينا آيون هيدروجين وآيون كلوريد فمنلاحظ أنه عطانا ذرة هيدروجين وحدة فمعناتها من أسم الكتلة المولية للحمض على 1 يعني الكتلة المكافئة هي نفسها تكون الكتلة المولية أما لو أخذنا مثلاً حامض الكبريتيك فمنلاحظ من المعادلة أنه جزائق حامض الكبريتيك يعطينا ذرتين من الهيدروجين يعطينا أيونين هيدروجين لما يتأين فبهذه الحالة إذا بدنا نحسب الكتلة المكافئة للحمض هنقسم الكتلة المولية على 2 لأنه عطانا هيدروجينين وإذا كان في عنا قاعدة فالكتلة المكافئة للقاعدة هي كتلتها المولية تقسيم عدد مجامع الهيدروجيد المتأينة منها مثلاً عنا هيدروجيد الصوديوم صيقته NaOH فعنده مجموعة هيدروجيد وحدة اللي هي هاي فمنقسم على واحد أما مثلاً هيدروجيد الكالسيوم فمثل ما عنا شايفين في عنده آيونين هيدروجيد فبتأين لح يعطينا 2 فبهذه الحالة نقسم الكتلة المولية لهيدروجيد الكالسيوم على 2 طيب إذا كان في عنا أملاح بنعرف نحن الأملاح ممكن تكون حامضية ممكن تكون قاعدية يعني ممكن تتفعل كحامض أو ممكن تتفعل كقاعدة مثلاً عنا كربونات الصوديوم كربونات الصوديوم هو ملح قاعدة لأن الصوديوم جاي من هيدروجيد الصوديوم اللي هي قاعدة قوية وأيون الكربونات جاي من حامض الكربونيك اللي هو حامض ضعيف فطالما الملح جاي من قاعدة قوية وحامض ضعيف فهو ملح قاعدة فممكن يتفعل مع الحوامض مثل HCL فبهذه الحالة لحتى نحسب الكتلة المكافئة هنشوف الملح لكم جزيء من الحامض أو لكم جزيء هيدروجين يحتاج لتفاعل فمنلاحظ كل واحد مول أو كل واحد جزيء من كربونات الصوديوم بحاجة لتنين جزيء أو تنين مول من حامض هيدروكلوريك فإذاً لما بنحسب الكتلة المكافئة هنقسم على اتنين طيب بالنسبة لتفاعلات الترسيب وتفاعلات تكوين المعقدات بتفاعلات الترسيب لحتى نحسب الكتلة المكافئة هناخذ الكتلة المولية المادة تقسيم عدد الايوانات الموجبة ضرب تكافؤها مثلاً عم نستخدم كلوريد الصوديوم بالترسيب فعنا الايون الموجب مثل ما حصلنا بنعرف دائماً هو موجود على اليسار فعنا الايون موجب واحد يلي هو الصوديوم تكافؤ واحد واحد ضرب واحد فيكون واحد مثلاً لو عم نستخدم كلوريد الكالسيوم فالايون الموجب مثل ما اتفقنا هو على اليسار يعني هو الكالسيوم كم ايون عنا واحد قداش تكافؤه بنعرف الكالسيوم تكافؤه اثنين فعنا واحد ضرب اثنين اثنين فمنقسم على اثنين اما الكتلة المكافئة لمادة بتشترك بتفاعل تكوين معقد فتحسب من خلال تقسيم الكتلة المولية على عدد المزدواجات الالكترونية الموهوبة او المكتسبة الموهوبة من قبل الليجندات صارنا بنعرف شو هي الليجندات والمكتسبة بالنسبة للايون المركزي الذرة المركزية بنشوف قديش اخدت ازواج الالكترونية بنقسم على هذا العدد بتفاعلات التأكسد والاختزال الكتلة المكافئة هي الكتلة المولية على عدد الالكترونات المكتسبة او المفقودة مكتسبة اذا كان في عنا المادة اللي عم نحسب لها الكتلة المكافئة هي عامل مؤكسد والمفقودة اذا كان المادة اللي عم تفاعل هي عامل مختزل فاذا منلاحظ من هذا الحكي كله ياتو انه نحن لما عم نحسب الكتلة المكافئة للمادة عم نقسم كتلة المولية على عدد هذا العدد هنرمز له بهذا الرمز يلي هو اتا و اتا هو عدد صحيح تكون قيمته دائما اكبر او تساوي الواحد فاذا بصير عنا شكل نهائي للعلاقة الكتلة المكافئة اي ام هي الكتلة المولية تقسيم اي اتا طيب لندرس بعض الامثلة بالمثال 6-6 بالصفحة 242 المثال عم يقول احسب الكتلة المكافئة لكل من المواد المشتركة في التفاعلات التالية عاطيني اربع تفاعلات وبدنا نحسب الكتلة المكافئة لكل مادة من المواد المشتركة خلينا نشوف التفاعل اول عم يصير بين نترات الرصاص و يوديد البوتاسيوم فعم يعطينا يوديد الرصاص و ايون البوتاسيوم وايون النترات يعني نترات البوتاسيوم هذول فينا نعتبرون مادة واحدة هي نترات البوتاسيوم طيب هذا التفاعل شو نوعه؟ منشوف يديد الرصاص محطوط هون عنه S S يعني عنه مادة صلبة يعني راسب فإذا هذا التفاعل هو تفاعل ترسيب ومثل ما قلنا بتفاعلات الترسيب لحساب الكتلة المكافئة للمادة هنقسم الكتلة المولية على عدد الأيونات الموجبة ضرب تكافئها فخلينا نبدأ بنترات الرصاص PPNO32 مثل ما قلنا لحتى نحسن نحسب الكتلة المكافئة لازم نحدد إيتا لأنه الكتلة المكافئة هي الكتلة المولية على إيتا الخطوة الأولى أنه نحسن نحسب الكتلة المولية الكتلة المولية يأما بيكونوا عاطينا ياها يأما بيكونوا عاطينا كتلة ذرية فهم بالمثال مو عاطينا الكتلة المولية عاطينا الكتلة الذرية الكتلة الذرية للرصاص 207 وللنتروجين 14 وللأكسجين 16 نعرف نحن أنه الكتلة المولية هي مجموعة الكتلة الذرية فنشوف هنا عنا بالصيغة في عنا ذرة رصاص وحدة وذرة الرصاص الوحدة هي 207 فواحد ضرب 207 زائد عنا النتروجين بالنترات ذرة وحدة ولكن أيون النترات كله ياته محطوط على القوس 2 فكل شي ضمن القوس بيكون مضروب بـ 2 فعنا 2 هي ضرب 1 يعني هي عدد ذرات النتروجين بالنترات ضرب 14 الكتلة الذرية للنتروجين فهي نيتروجين هاي رصاص وعنا الأكسجين في 3 ذرات ضمن النترات والقوس متل ما مضروب على 2 فصار عنا 2 ضرب 3 والكتلة الذرية لأكسجين هي 16 فصار عنا 2 ضرب 3 ضرب 16 هي كتلة الأكسجين بالنسبة للحساب النهائي مثل ما أننا بنعرف دائما ترتيب العمليات الحسابية ضرب بعدين الجمع فأول شي بنضرب 1 ضرب 207 بعدين نضرب 1 بـ 2 بـ 14 بعدين 2 بـ 3 بـ 16 بعدين من نجمة هيطلع الجواب 331 جرام على مول هاي الكتلة المولية لنترات الرصاص طيب ضل نحسب إتالة الرصاص ببساطة عنا هذا هو الملح أو المركب اللي عم نشتغل فيه نطلع لنا دائما على الآيون الموجب الآيون الموجب بيكون على اليسار يلي هو الرصاص عنا إتا هي عدد الآيونات الموجب بيضرب تكافؤة فعنا ذرة رصاص واحدة وتكافؤة 2 بنعرف الرصاص تكافؤه 2 طب أنا إذا ما بعرف نسيان مفروض بعرف أنه نترات سالب 1 في عنا منه 2 فهو سالب 2 فإذا الرصاص هيكون عدد تأكسده موجب 2 يعني تكافؤه هيكون 2 فإذا إتا يساوي 2 وبالتالي الكتلة المكافئة للرصاص هي الكتلة المولية اللي حسبناها هي 331 تقسيم 2 يعني بيطلع الجواب 165.5 جرام على مكافئ بنفس الطريقة بنحسب لملح يوديد البوتاسيوم يوديد البوتاسيوم صيغته كي آي يعني بتكون من ذرة بوتاسيوم واحدة والكتلة الذرية البوتاسيوم 39 أي للبوتاسيوم وعننا ذرة يود واحدة كتلة الذرية 127 فعننا هاي لليود مجموع 166 جرام على مول هيك منكون حسبنا الكتلة المولية لحتى نحسب إيتا مثل ما اتفقنا هو عدد الآيونات البوجبة يلي هو البوتاسيوم يلي بيكون على اليسار ضرب تكافؤة فعننا آيون بوتاسيوم واحد تكافؤ البوتاسيوم واحد لأنه من عناصر الزمرة الأولى فبيطلع الجواب واحد مكافئة على مول فإذن الكتلة المكافئة هي الكتلة المولية اللي حسبناها 166 تقسيم إيتا واحد وبيطلع الجواب 166 جرام على مكافئة نروح للتفاعل الثاني التفاعل هو تفاعل حامض الكبريتيك مع هيدروكسيد الصوديوم فعطانا الماء وعطانا أيون الصوديوم وأيون الكبريتات فالتفاعل إذن هون عم يصير بين حامض وقاعدة فهذا تفاعل حامض قاعدة فلما بدنا نحسب الكتلة المكافئة للحامض لحن نقسم الكتلة المولية للحامض تقسيم عدد ذرات الهيدروجين يلي ممكن تتأين من الحامض فخلينا إذن نبدأ بحامض الكبريتيك أول شيء نحسب الكتلة المولية لأله حتى نحسب الكتلة المولية بدأ يكون في معنى كتلة ذرية فالكتلة الذرية الهيدروجين 1 والكبري 32 والأكسجين 16 هذول مفروض يكونوا يعطينا إياهون بالسؤال طيب حامض الكبريتيك أي صيغته مثل ما أنا شايفين فيه ذرتين هيدروجين وزن الوحدة 1 فهذا هيدروجين زائد لدينا ذرة كبريت 1 وزنها 32 فعننا هاي الكبريت وعننا 4 ذرات أكسجين وزن الوحدة 16 فهذا أكسجين ف2 ضرب 1 وعننا 1 ضرب 32 32 وعننا 4 ب 16 64 فنجمع 32 فنجمع 32 و34 لحي تطلعها جواب 98 جرام على مول هاي الكتلة المولية طيب كم ذرة هيدروجين لحي تتأين من حامل الكبريتيك مثل ما أنا شايفين بالصيغة في ذرتين هيدروجين فهو بتأين بيعطي ذرتين هيدروجين فإذن إيتا هي عدد ذرات الهيدروجين المتأينة وتساوي 2 فإذن الكتلة المكافئة لحامل الكبريتيك هي كتلة المولية 98 على إيتا عدد ذرات الهيدروجين المتأينة بهالحالة يساوي 49 جرام على مكافئ جرامي بالنسبة لهيدروكسيد الصوديوم هيدروكسيد الصوديوم هو قاعدة فبالقواعد مثل ما اتفقنا إيتا هو عدد أيونات أو مجموعات الهيدروكسيد اللي ممكن تتأين فأول شيء متل ما صرنا بنعرف نحسب الكتلة المولية ولحساب الكتلة المولية بدنا كتلة ذرية الكتلة الذرية للصوديوم هي 23 للأكسجين 16 وللهيدروجين 1 فضمن الصيغة متل ما انا شايفين في عنا ذرة صوديوم 1 وكتلتها 23 الأكسجين عنا أيضا ذرة 1 وكتلتها 16 فهو 1 ضرب 16 والهيدروجين أيضا عنا ذرة واحدة كتلتها واحد فعنا 1 ضرب واحد فصار عنا 23 زائد 16 زائد واحد المجموحة يكون 40 جرام على مولية اللي هي الكتلة المولية لهيدروكسيد الصوديوم إيتا هي عدد مجموعات الهيدروكسيد اللي ممكن تتأين فمثل ما انا شايفين هيدروكسيد الصوديوم بيحتوي على مجموعة هيدروكسيد واحدة فإذن إيتا تساوي واحد والكتلة المكافئة هي الكتلة المولية على إيتا يعني 40 على واحد فبيطلع 40 جرام على مكافئ نروح لتفاعل التالت التفاعل عم يصير بين أيون الحديد الثنائي وأيون البرمنغنات بوسط حامضي فلح نحصل على حديد ثلاثي وأيون منغنيز وماء فباللاحظ هذا التفاعل هو تفاعل تأكسد اختزال أبسط دليل بعرفنا أنه هذا التفاعل تأكسد اختزال هو أيون الحديد باللاحظ كان ثنائي صار ثلاثي فصار في تغير بعدد تأكسد معناته هذا التفاعل هو تفاعل تأكسد اختزال طيب كيف ممكن نحدد الكتلة المكافئة لمادة داخلة بتفاعل تأكسد اختزال إنه ببساطة هو الكتلة المكافئة على عدد الإلكترونات المفقودة أو المكتسبة طيب خلينا نبدأ بالحديد الحديد كتلته الذرية 56 يعني الكتلة الذرية بهذه الحالة هي نفس الكتلة المولية لأنه هون المادة عندنا موجودة بشكل ذري أو أيوني يعني ما لم ارتبطها بشي تاني كيف هنحسب عدد الإلكترونات المفقودة والمكتسبة عن طريق حساب أعداد التأكسد فعندنا الحديد هون عدد تأكسده موجب اثنين لأنه من دراستنا للكيمياء الكهربائية إنه لما بيكون في عنا أيون بسيط يعني أيون بيتألف من ذرة واحدة أو نوع واحد من العناصر فعدد تأكسده هو نفسه شحنته فبما أنه الشحنة موجب اثنين فمعناته عدد تأكسد هو موجب اثنين طيب لشو تحول تحول بالطرف الثاني لحديد ثلاثة فعدد تأكسد هون هو موجب ثلاثة معناته الفرق هو واحد فإذن عدد الإلكترونات يلي فقد الحديد هو إلكترون واحد فإذن إيتأ هون يساوي واحد مكافئ على مول وبالتالي الكتلة المكافئة هي الكتلة الذرية مثل ما إنها 56 على إيتا حسبناها طلعت واحد ف56 جرام على مول طيب خلينا نشوف أيون البرمنغانات خلينا أول شي نحسب عدد تأكسد المنغنيز ضمن البرمنغانات المنغنيز هون عدد تأكسده مجهول فبدنا نرجع نحسبه مثل ما كنا نحسب عدد تأكسد به الكيميا الكهربائية عدنا المنغنيز زائد أربع ذرات أكسجين يساوي سالب واحد فالمنغنيز خليه مجهول فينا نحطه إكس فينا نخليه يمئن ما في مشكلة عدد أربع ذرات أكسجين والأكسجين عدد تأكسده مثل ما صرنا بنعرف هو سالب اثنين فيساوي سالب واحد فعندنا إكس أربع بناقص اثنين ناقص ثمانة يساوي سالب واحد فحننقول ناقص ثمانة للطرف الثاني ستصير زائد ثمانة فناقص واحد زائد ثمانة زائد سبعة فإذن عدد تأكسد المنغنيز هون هو زائد سبعة طيب بالطرف الثاني عنا هون أيهم بسيط فعدد تأكسد هو نفسه الشحنة والشحنة موجة بثنين فإذن موجة بثنين فإذن عنا المنغنيز كان زائد سبعة صار زائد تنين فإذن عدد الإلكترونات المكتسبة هون هو خمسة لحن نحسب الكتلة المولية عنا المنغنيز كتلته الذرية خمسة وخمسين وعنا ذرة واحدة فواحد ضرب خمسة وخمسين وعنا أربع ذرات أكسجين وزن الوحدة ستعاش فصار عنا خمسة وخمسين زائد أربعة بستعاش يعني خمسة وخمسين واربعة وستين فحيطلع الجواب مية وتسطع عشر جرام على مول ومثل ما اتفقنا إيتا هو خمسة فإذن الكتلة المكافئة هي مية وتسطع عشر على خمسة طلع الجواب ثلاثة وعشرين فاصلة تمانية جرام على مكافئة آخر تفاول عنا هو تفاعل نترات الفضة مع سيانيد البوتاسيوم فحيعطينا هذا المعقد ولح نحصل على نترات البوتاسيوم طيب هذا التفاعل هو تفاعل تكوين معقد ببساطة مبين هنا عنا أنه في معقد فكيف طريقة حساب الكتلة المكافئة لمواد دخلت بتكوين معقد ببساطة لحنشوف عنا عدد الإلكترونات أو المزدواجات الإلكترونية مزدواج يعني الكترونين الممنوحين من قبل الليجندات والمستقبلين من قبل الذرة المركزية منشوف هنا عنا المعقد الذرة المركزية فيه هو الفضة فلحساب الكتلة المكافئة لنترات الفضة هنشوف ذرة الفضة كم زوج إلكتروني استقبل وعنا الليجندات هي السيانيد والسيانيد إجت من سيانيد البوتاسيوم فهنشوف للسيانيد كم زوج إلكتروني مناح فخلينا نبدأ بنترات الفضة عنا ذرة فضة واحدة كتلتها 108 وعنا ذرة نيتروجين واحدة كتلتها 14 وعنا ثلاث ذرات أكسجين كتلتهم 16 فبيطلع الجواب 170 جرام على مول طيب لحتى نحسب إتا اللي هي عدد مزدواجات الإلكترونية المكتسبة مكتسبة لأنه هو الذرة المركزية الذرة المركزية دائما بتكتسب فمنلاحظ مرتبط بمجموعتين أو لغندين من السيانيد ومنعرف السيانيد هو أحادي المخلب من دراستنا للكيمياء التناسقية فإذن استقبل زوجين إلكترونيين كل مجموعة السيانيد منح زوج إلكتروني واحد فإذن الكتلة المكافئة لأنه نترات الفضة هي الكتلة المولية اللي حسبناها 170 على 2 لأنه استقبل زوجين إلكترونيين فالجواب هو 85 جرام على مكافئ بالنسبة لسيانيد البوتاسيوم عندنا الكتلة المكافئة لسيانيد البوتاسيوم هي الكتلة المولية على إيتا نحن عندنا مجموعة السيانيد هي أحادي المخلب يعني عندها قدرة على أنه تمنح زوج إلكتروني واحد فإيتا هيساوي عندها واحد والكتلة المولية لسيانيد البوتاسيوم فينا نحسبها ببساطة وعنا ذرة بوتاسيوم واحدة كتلتها 39 وعنا ذرة كربون واحدة كتلتها الذرية 12 وعنا ذرة نتروجين واحدة كتلتها الذرية 14 فبيطلع الجواب 65 وبالتالي الكتلة المكافئة هي الكتلة المولية 65 على إيتا هي واحد فبيطلع الجواب 65 على مكافئة آخر شغلة بدنا نحكي عليها بالدرس اليوم هو أنه أنا فيني أحسب المولارية من النورمالي أو فيني أحسب النورمالي من المولارية باستخدام العلاقة فعنا النورمالي إن هو إيتا ضرب M فأنا إذا معي مولاري وبدي أحسب نورمالي بس لح نضرب المولاري بإيتا وبشكل مماثل أنا إذا معي نورمالي وبدي أحسب مولاري فحنقول أنه M هي N على إيتا بهذا الشكل ففينا نحول بيناتهم ببساطة فعنا المثال 6 7 والصفحة 245 نختم فيه عم يقول عند استعمال حامض الكبريتيك في تفاعل تعادل تكون قيمة إيتا تساوي 2 مكافئة على مول احسب عيارية محلول هذا الحامض عيارية يعني نورمالي محلول هذا الحامض تركيزه 23% مول على اللتر ببساطة معي مولارية M ومعي إيتا فالنورمالي هو إيتا ضرب المولاري M فإذن المولاري هو 2 عوضنا قيمة إيتا ضرب 0.23 عوضنا قوة المولاري فبيطلع جواب 46% مكافئ باللتر هيك بيكون خلاص درسنا اليوم بتمنى تكون أمور واضحة والسلام عليكم موسيقى